السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم اخوتي معنا في هذا الفيديو. وهذا الفيديو انا نتكلم لها اقوى تشكيلة اللي ممكن يدخل بها المنتخب الوطني وهي الاقرب اما منتخب الاروخاء ومنتخب اسبانيا نهار ستا 12 على الساعة الرابعة مساء بقطر منسبة ثمن نيائي من ديال قطر. وتواحد ما كان نعمل حسب ان انا نعنوصل لهم ثمن نيائي ولكن جات وان شاء الله الربع نيائي اما سويسرا ولا البرتغال. اهي ان شاء الله بحمل الله كل شيء ممكن تحجا ممتسا بعادة. في حراسة المرمى نحن نستبروح نحن يا سين بونو في حراسة المرمى حارس ايش بيليه الاسباني حارس لي ومتمر جدا. يا سين بونو لشناف في جوج مقابلته وفوحد المقابلته مدخل مقابلته برجيقا لانه كان حسب وحد دوار. اه قلب الدفاع غالب سايس لعب بطلة تركي لشناف ثلاثة ديال المقابلات كاساسي ما ما خرج ما يقلش ما اخكس عنده واحد اصابة تكي على نفسه اول عب اكريد كذلك شناف ثلاثة المقابلات كاساسي. اذا ما يمكنش مقابلات الاسباني عارك وهي بدل قلب الدفاع. وخاك نجاود اليام يقو اشرف داري وكينة بضربانون. ولكن هذا التوناء هذا ما يمكنش اغيره. اكريد خاصة نخرج البطولة الوطنية اكريد. هناك اللاعب الاخر اشرف حكيمي. شناف كاساسي. في ثلاثة المقابلات ولكن خرج في جوج مقابلات. ما يكملش اللقاء لا برجيقة ولا كندا. ما قدرش يكمل. لانه عنده حد اصابة يتكي على نفسه بش يكمل. اذا شناف اساسي ثلاثة ولكن خرج في جوج مقابلات. ناصر مزراوي شناف اساسي ثلاثة ديال المقابلات ولكن مقابلات كرواتية. ما قدر يكملها. وكان خرج. اذا ما يكملش واحد المقابلات. وناصر مزراوي خمي كيلاش في الجهة ديال هنا. يقدم واحد الاداء اللي هو منتاز جدا واحد الاداء اللي هو جدا منتاز. وهناك السوفيان امره بتششناه اساسي في ثلاثة ديال المقابلات. ما تمشي الاخراج ديال وبتاتان. سوفيان امره بتلاعب محرات كما كان قوله. لاعب اللي اللي مشناش في الجهة. في جوج مقابلات اساسي. وهذه المقابلات تتخل كحتياتي. انه كان يعني محد الاصابة. وكانت مقابلات مرقبت كندا مقدر شواليد الرجراجي لاعب كاساسي. ومور سلقب انه في مقابلات اسبانيا. نشوفه ساليم امره كاساسي. هناك عبد الحميد الصابر لعب صامدوري الاطالي. هذه المقابلة ممكن انه حكيينه اصابات على الدين اوناحي. الصابر اشنا كاساسي في مقابلات كندا. ولا مقابلات كرواتية. ولا مقابلات برجيكة. كي يعطي اللي منتظر منه اكثر فا اكثر. حكيم زيار الشناف ثلاثة للمقابلات كاساسي. ويمكن الجهة مقابلات اللي تمتغر ديالو ثلاثة موقيتش منتذكر صراحة. ولكن قدم اللي عليه. اعطي جوج أصي صيد فات كاس العالم. مش جل هدف. اذا قدم اللي عليه. صراحة محسن من كاس العالم. ديال الروسي اللي فاتت. هناك سوفيان بوفال. اللي. ما كي يعرفه صراحة. كاساسي في ثلاثة ديال المقابلات. ولكن يخرج. تم الاخراج ديالو ثلاثة ديال المقابلات. لانه ما كي كممش اللقاء. صراحة ما كيقدمش اللي المنتظر من سوفيان بوفال. اللي كان عرفه على سوفيان بوفال. وهناك يوسف النصيري. اللي عنده هدف كأس العالم أساسي في ثلاثة المقابلات جوج تم الإخراج له وحده وخدخ خلعه ودخل حمد الله بقاوه إذا كنت تشكيل النمو يمكن لعب بها أمام متخاب العاتين